وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بالنسبة لطالبتنا الكريمة بالنسبة طبعا سؤال عن تعجيل زكاة الفطر طبعا تعجيل الزكاة عموما أمر لا مانع منه أبدا إذا كان فيه مصلحة للفقير لا مانع بدا وإن كان الأولى من ذلك الأولى من تعجيل الزكاة قبل حلول الحول أو تعجيل صدقة الفطر من بداية رمضان وإن كان الأولى من ذلك أن يتصدق الإنسان بصدقة هذا الإنسان يتصدق بصدقات ثم لما تأتي الزكاة يزكي أيضا هذا الأولى لكن إذا كان ما عنده مجال إلا الزكاة فقط فلا مانع من تعجيل الزكاة ولسنوات لا مانع من ذلك أبدا هذا أمر طبعا هناك تفاصيل للحكم لكن نحن نتكلم بشكل عام بالنسبة لزكاة الفطر أو صدقة الفطر طبعا قلنا من قبل ونعيد ونقول هي صدقة الفطر هي حالة اجتماعية سنها النبي عليه الصلاة والسلام للناس من أجل أن يعني ينفقوا مالهم ينفقوا من طعامهم ومن شرابهم على الناس جميعا يعني كله ينفق على بعض البعض حتى يعني تحصل حالة من المحبة والمودة وجبر الخواطر لكن فيما مضى كان أهم الإنسان الأكل والشرب فقط كانت البيوت ما في بيوت أجار ما كان فيه فواتير كهرباء ما فيه فواتير غاز ما فيه فواتير ماء ما فيه فواتير نت ما فيه فواتير اشتراك كهرباء في بعض المناطق في بلاد الشام والعراق ما كان فيه يعني هذه المصاريف ما كان فيه مصروف مواصلات ما كان فيه مصاريف ألبسات مدرسية وسياب مدرسية وقرطاصية ما كان فيه كل ذلك لم يكن من قبل فكانت صدقة الفطر يعني إغناء الفقير بشيء من المال قبل العيد بشيء من الطعام يعني قبل العيد يعني كأنه أمن له طعام ثلاثة أيام أو يومين أو يوم واحد عيوم الفطر يعني فهذه كانت حكمة زكاة الفطر اليوم طبعا اليوم ليست الإشكالية في الطعام كل الناس عنده طعام إلى حد ما يعني يعني كان عنده كيلو رز كيلين رز كيلو برغل مع لقتين سمنة فهذه المسائل هي صارت يعني بسيطة لكن الإشكالية اليوم في أجرة البيت الفواتير مصاريف العيد دباس العيد يعني هناك جبر خواطر الأطفال في العيد فهذا كله غير موجود اليوم يعني موجود بقوة ولا ينفع أن تعطيه طعاما لذلك اليوم نقول صدقة الفطر هي مال حصرا هي مال حصرا لأن الغاية منها جبر الخواطر فهي مال حصرا توطيه مال هو يتصرف به كيف شاء تماما يتصرف به كيف شاء طبعا إذا إنسان قال أنا ما معي مال لكن عندي شوية طعام وزع الطعام في هذه الحال لا مانئة لكن إذا معك مال يجب أن تدفع مالا تماما يعني اليوم الحكم عكس ما كان من قبل يجب أن نمشي ونواكب المصلحة للفقير ومصلحة المجتمع الإسلام ليس كتلة جامدة صلدة صلبة لا الإسلام متحرك مع النصالح والمنافع طيب الآن هناك من يقول أنا ما عندي صدقة فطر أنا ما عندي صدقة فطر يعني ما معي مال أدفع أبدا ولا حتى طعام طعامي يعني لا يكفي يكفيني فقط أنا والأولاد وهناك مع الأسف عائلات في هذا المجتمع مع الأسف في هذه الحالة أو على هذه الحالة فهذا ليس عليه زكاة فطر صدقة فطر يعني مع الأسف يعني نحن المشايخ مع الأسف سابقا يعني يكلفون الناس ما لا يطيقون إنسان ما معه إلا طعام أهل بيته ما معه مال إلا أجرة البيت وفوتير الكهرباء والغاز والمي وإلى آخره ومصاريف المناصلات ما معه شيء أبدا طب هذا هل عليه زكاة فطر لا قال هل يعني يقبل صيامه طبعا يقبل ما علاقة الصيام يعني مع الأسف طبعا هناك أحاديث وروايات نحن مع الأسف نفسر روايات والأحاديث كمان نهوة ونترك المقاصد العليا للإسلام الموجودة في القرآن الكريم لما يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلى وسعها نأتي إلى إنسان فقير ما معه حتى طعام أهل بيته يقول له تناصف أنت وأقسم طعامك نصفين وأعطيه لجارك لا 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 تقسم ولا تعطي تمام أو انتظر حتى تأتيك صدقة الفطر فحولها إلى غيرك من قال لك هذا الكلام؟ حتى يقبل صيامك لأن الصوم معلق بين السماء والأرض وإلى آخره هذا بالنسبة للأغنياء ليس للفقراء يعني مع الأسف وأما مقدار زكاة الفطر أو صدقة الفطر لما كانت طعاما كانت إطعام يعني فقير وجبتين وجبه صباحا ومساءا عن كل شخص إلى آخره فيعني كانت مقدارها بسيطة حقيقة صدقة الفطر بسيطة لأنها كما قلنا هي حالة اجتماعية لطيفة وجميلة يتشارك فيها الناس جميعا اليوم يعني ممكن أن تقدر تقدير زكاة الفطر ليست مشكلة أيسا وقصة وصاع ونصف صاع وصاع كذا وكذا وكذا وفي بلد كذا وكان الصاع كذا ويساوي كذا وسعره في السوق كذا يعني الذين يقولون بجواز كثير خيرون يعني على أساس أن يعني في تقدم بالفتوى يجيزون القيمة فيقيزون على قيمة الشعير وقيمة فهذه مع الأسف يعني نترك كل مقاصر الإسلام ومصلحة الإسلام وفهم الإسلام ونتبع يعني ألفاظ محدودة وبسيطة في زمن قديم في زمن لا يصلح أصلا لزماننا ولا يتطابق مع زماننا مع الأسف فصدقة الفطر يعني يكون قدرها بحسب طاقة الإنسان ما في شيء محدد حسب طاقة الإنسان بحسب بلد الذي يعيشه عن كل فرد من أفراد إسرته يخرج مبلغا من المال بقدر ما يستطيع صدقة صدقة فطر من أول رمضان إلى قبل صلاة العيد فالأولى أن يقدمها في أول رمضان لأنه الناس بحاجة إلى المال وبحاجة إلى شراء يعني ما يتعلق برمضان وشراء سياب للأطفال وجبر خواطر للأطفال شراء لعب للأطفال فيعني لذلك التعجيل أولى وكل ما كان إنسان غني يجب أن يعني يزيد القيمة وحده هو يعني من عنده كل ما كان أفقر يقلل القيمة ما معه شيء بسم الله وصيامك مقبول ورضي الله عنك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم